بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أهم ما يميز النادي الأهلي عن أي نادي آخر إن الأهلي فريق كبير وبيعرف يقوم بسرعة وبيستطيع أن يستعيد اتزانه وبسرعة كبيرة جداً عشان كده في الأهلي على طول بنقفل الملف وبنفتح ملف تاني مهما كان نوع الملف يعني كسبنا بنقول لحضراتكم إيه نحتفل ونعمل كل حاجة ولكن لمدة 24 ساعة ويمكن أقل وبنقفل الملف وبنفتح الملف اللي بعده حتى لو كانت بطولة كبيرة يعني لو خدت دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا بنبقي من يعني يا رب يا رب نشوف دوري أبطال أوروبا لو خدنا دوري أبطال أفريقيا وعندنا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام بتقفل الاحتفالات حتى هنا في القناة بيحدث هذا الأمر وبتفكر في إيه بتفكر في البطولة اللي بعد كده على الجانب الآخر ودايماً بنقول لحضراتكم كده على فكرة احنا خلينا نفرح النهاردة لأن بكرة حنقفل الملف ونفتح ملف آخر برضو نفس الكلام في وقت الإخفاق على طول حنقفل الملف بس مش حنقفل الملف علشان ننسى مش حنقفل الملف علشان ما يحصلش حاجة لا لا أبداً ولكن احنا إيه اللي بيحصل دلوقتي بيتم دراسة كل أمر حدث خلال المباراة السابقة أو متعلق بالمباراة السابقة أو بالوضع بشكل عام بس ده بيحصل داخل إدارة النادي في غرف مغلقة يعني ما حدش يطلع بيطلع يتكلم ويقولك احنا بنعمل و بنخلي و بنسوي والكلام أنا قلته لحضراتكم بارح إنه مبارح قلت لحضراتكم إنه حيكون هناك حساب مهما كانت الظروف لقصعدنا للدور اللي بعد كده أو لما نصعد في دوري أبطال إفريقيا حيبقى في حساب أنا قلت لحضراتكم الكلام ده مبارح عشان كده كلنا ثقة في إن النادي الأهلي حيقدر يرجع لهيمنته من جديد لأنه احنا شفنا حاجات قبل كده حصلت النادي الأهلي يمرض ولا يموت هي دي سمة البطل الفريق الكبير اللي بيمتلك خبرات طويلة وتاريخ طويل واللي كمان بيمتلك ايه جمهور جمهور دائما بيكون هو السند والدعم في أصعب الأمور في حالة حزن آه في حالة حزن كبيرة جدا وستظل دائما موجودة في القلوب وتعتصر القلوب خلال هذه الفترة عمرنا ما حننسى اللي بيحصل ومرة تانية لما بقول لحضراتكم نقفل ملف نقفل ملف ده عشان عندنا مباراة يوم الجمعة اللي جاية لأنه لما حنقفل الملف زي ما قلت لكم أنه هيبقى فيه دراسة شاملة ووافية لكل ما يتعلق بهذه المباراة ومحدش حينسى محدش حينسى لأنه لازم نعيد ترتيب الأوراق داخل الفريق ولكن على الجانب الآخر فيه ثقة وثقة وأمل حتى ولو ضعيف الكل لازم يشتغل علشان نكمل المشوار اللعيبة يقتلوا لغاية آخر دقيقة ولازم وجهة نظري بعيدا عن النواحي الفنية وحنتكلم فيها وضيوفنا حيتكلموا في النواحي الفنية وفي كل هذه الأمور ولكن روح الفانيلا الحمرة روح الفانيلا الحمرة لو مش موجودة انسى مهما كان لو عندنا 11 ميسي لو عندنا 11 ميسي وما فيش روح الفانيلا الحمرة مش هنكسب الإخفاق عند الفرق الكبيرة لا يعد انكسار بل هو بداية الانتصار وبيكون حافز للانتصار كمان خلي بقى لحضراتكم انا هنا باتكلم وانا كل شوية بافتكر اللي حصل في المباراة اللي فاتت ولكن كل شوية بافتكر انه عندنا جمهور مساند وداعم مهما كانت الظروف بيزعل وبيغضب وبيعمل كل حاجة ولكن في النهاية بيبقى مساند وداعم ما عندناش مشكلة في هذا الأمر احنا كجمهور يعني لانه احنا عندنا مهمة صعبة يوم الجمعة مهمة امام القطن الكاميروني لازم نحقق الفوز عشان ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل يوم السبت في مباراة سانداونز والهلال ده اولا ثانيا احنا كبير افريقيا ابى من ابى وشاء من شاء سيظل النادي الاهلي هو كبير افريقي لان النادي الاهلي لا يعرف المستحيل دائما لكل جواد كبوة والاهلي حتى هذه اللحظة لم يخرج من البطولة لو امل الواحد في المية انا شخصيا سا اظل متمسك بهذا الامل وجمهور النادي الاهلي متمسك بهذا الامل وانا متأكد بعيدا عن اي اختلافات وبعيدا عن اي حاجة ان جمهور النادي الاهلي هيوقف ورا ناديه لانه احنا متى انا شخصيا يا ما شفته لما كنت في الملعب يمكن انا من الجيل اللي لم يتعرض لاي انتكاسات اللي يمكن في بطولة افريقيا بس في النهائي في 2007 وكانت بسبب الكل يعلامه عبدالرحيم العرجون حكم المباراة ولكن دائما اللي انا شفته خلال الفترة اللي فاتت دي كلها اي حاجة او اي اخفاق بيحصل بتبقى على الحلوة والمرة معاه ده جمهور النادي الاهلي وده اللي انا بتعلمه من جمهور النادي الاهلي ممكن كل واحد يكتب اللي هو عايزه على سوشال ميديا او كل واحد يشوفنا في الشارع يقول كذا وكذا وكذا ولكن وقت المسانده والدعب لا تجد الا جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي فقط فمباراة اللي جاية مباراة صعبة سواء صعدنا او لم نصعد لازم اكسب اقول قدام افريقيا كلها ان الخسارة اللي حصلت هي خسارة عارضة حتى لو ما صعدتش فريق هيكمل الموسم عندي نهائي كاس مصر عندي بطولة الدوري ان شاء الله لازم اكسب البطولتين دول عندي موسم مضغوط ان شاء الله ربنا اكرم واقدر اخرج منه كاسبان كل البطولات المتبقية اذا خرجت من البطولة الافريقية الاخفاق عند الكبار دائما بيكون حافز للانتصار